بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد زيوك سنة 3 عاملين ايه يا رب وكلك تكونوا كويسين يا حبايبي النهاردة ان شاء الله هنكمل مع بعض شرح لسن 1 في يونت 9 شرح الدرس الاول في الوحدة التاسعة كنا شرحنا طبعا اخذنا الكلمات وشرحنا جرامر الباص سيمبل في الدرس الاول ولسه طبعا النهاردة هنكمل مع بعض التيب سكريبت وانحل اسئلة الدرس هنقرأ مع بعض التيب سكريبت نص الاستماع وبعد كده انحل اسئلة الدرس الاول بقول لي listen read and guess يعني استمع واقرأ وخمن a bazar is a place to البازار يكون مكان لايه بالزبط يطرى احنا طبعا نختار اجابة من الاثنين يطرى البازار ده مكان لي buy and sell singes علشان نشتري وانبيع فيه اشياء ولا meet friends علشان نقابل في الاصدقاء طبعا احنا عارفين ان البازار مكان بنشتري وانبيع فيه اشياء يبقى هنختار لتر ايه اللي جابة الاولى buy and sell singes بعد كده هنبدأ نقرأ المحادثة طبعا التيب سكريبت عبارة عن conversation او dialogue حوار او محادثة بين مجموعة من الاشخاص مين الاشخاص اللي معانا النهار ده في الحوار او المحادثة عندي هنة وهاني وطبعا عندي الجد والجدة ومامتهم نشوف ايه الحوار اللي دار بينهم اول حاجة مين اللي اتكلم الجد بقول ايه هو بيسأل هنة وهاني وبقولهم ايه ماذا فعلتم بالامس يعني انتو عملتو امبارح ماذا فعلتم امبارح ماذا فعلتم امبارح الامس يعني امبارح مين اللي ارد على الجد تاني جملة هاني اللي قالها بقول ايه وينتو كان الكليلي يعني ذهبنا الى خان الخليلي يبقى هاني ردة على جد وبقوله ايه وينتو كان الكليلي يعني ذهبنا لخان الخليلي بعد كده الجد قال ايه الذات speak some يعني هذا رائع ود ده دو زير ماذا فعلتم هناك يا طرى عملتم ايه في خان الخليلي بيسأل مين بيسأل هنة وهاني بقوله انت عملتو ايه في خان الخليلي مين اللي رد على الجد بعد كده هانا وقالت له ايه we visited the bazar we visited the bazar يعني قمنا بزيارة السوق الشرقية يعني زرنا البزار طيب بعد كده مين اللي تكلم يا حبايبي الجد ده هي اللي تكلمت بعد كده بتقول ايه بتقول what did you buy at the bazar يعني ماذا اشتريتم من السوق الشرقية يا ترى اشتريتم ايه من البزار ثاني what did you buy at the bazar يعني ماذا اشتريتم من السوق الشرقية رد هاني على جدته قال لها ايه we bought يعني نحن اشترينا الكنان في زمن الباست سيمبل الماضي البسيط bought بمعنى اشترى في الماضي we bought jewelry for mom's birthday يعني اشترينا مجوهرات لعيد ميلاد والدتي او مامتي we bought jewelry for mom's birthday يعني اشترينا مجوهرات لعيد ميلاد والدتي وبعد كده هانا قالت ايه قالت after that وبعد ذلك we went to home عودنا للمنزل and we bake the a birthday cake وقمنا بأعداد تورتة عيد ميلاد طبعا لمين لعيد ميلاد ما متهم بتقول after that يعني بعد ما روحنا البازار واشترينا مجوهرات لماما طبعا لعيد ميلادها فطبعا هنا بتكمل الكلام بتقول ايه after that بعد ذلك we went to home يعني عودنا للمنزل او رجعنا لبيت يعني and we baked a birthday cake وخبزنا او قمنا بأعداد تورتة لعيد الميلاد بعد كده مين اللي تكلم ايه حبيبي الجدة كلمت بعد كده بتقول ايه بتقول did she like the present هل احبت الهدية طبعا شي بتعود على مين على مامة هانا وهاني طبعا الجدة بتسأل هانا بتقول لها did she like the present هل احبت الهدية يعني هل ماما احبت الهدية اللي انتوا جبتوها لها في عيد الميلاد بعد كده ردت هانا وقالت yes نعم she liked the present لقد احبت الهدية and she loved the cake و احبت التورتة it was delicious لقد كانت لذيذة تاني هانا قالت ايه yes نعم she liked the present يعني هي احبت الهدية and she loved the cake وحبت التورتة او الكيت اللي عملوها العيد الميلاد التورتية الحلوة دي حبايبي it was delicious يعني انها كانت لذيذة كده احنا شرحنا التابس كريبت بعد كده ندخل على الحل الاسئلة طبعا اول صفحة عبارة عن هوم ويرك واجب منسلي كل كلمة بنتبعت تحتها بخط كويس وبنفضل نكرر في الكلمة نطق وسبلنج وإحنا بنكتبها علشان تثبت في زهننا الصفحة التانية بقول لي في اول سؤال listen and number يعني استمع ورقم بجيب لي مجموعة من الكلمات مجموعة من الصور انا بشوف الكلمة اللي بتدل على الصورة وبكتب رقم الكلمة تحت الصورة زي كده طيب عندي هنا اول صورة عندي كيك يعني طورتة فين كلمة كيك ندور على كيك برافو number two احنا كده وصلنا لكلمة كيك number two نكتب رقم الكلمة تحت الصورة يبقى هنكتب تحت كيك number two طيب ايه دي يا حبابي جولاري يعني مجوهرات جولاري يعني مجوهرات طيب ندور على كلمة جولاري number five جولاري number five نكتبها تحت المجوهرات او الحلية يبقى نكتب number five يعني رقم خمسة تحت الصورة المجوهرات طيب عندي بعد كده ده كده ايه عيد ميلاد وإحنا خدنا عيد ميلاد يعني ايه بيرس دي فين كلمة بيرس دي number one رقم واحد يبقى نكتب هنا number one ايه دي يا حبابي ده هدية هدية يعني present فين كلمة present number three يبقى هنكتب هنا number three رقم ثلاثة ايه ده يا حبابي ده سوق شرقي بزار فين كلمة بزار number four يبقى هنكتب هنا number four بعد كده بقول لي listen and complete استبعوا واكمل الكلمة اللي بتسمعها بتكتبها في النقط اول كلمة عندي بقول what did you do yesterday اول كلمة do معنى السؤال ماذا فعلت بالعمس الاجابة تبقى وينتو تو كان الكليلي الكلمة التانية اللي هنكتبها في السمع وينت يعني ذهبنا الماضي اللي جو كلمة وينت ذهب في الماضي وينت بعد كده بقول لي read and put true or false يعني اقرأ وضع علامة صح او خطأ بنقرأ الجملة لو الجملة تتطفق مع الصورة بنعمل true لو الجملة لا تتطفق مع الصورة بنعمل فلسة خطأ اول جملة عندي بقول لي زي give mom a present يعني هم اعطوا لماما هدية طبعا true هنا هنا في ادها هدية وطبعا بيجي تديها لمين لمامتها بقول لي زي give mom a present هما ادوها هدية يعني طبعا true لان طبعا معهم الهدية في الجملة التانية زي visit the bazar يعني هم زاروا البزار طبعا ده بزار يبقى true ده بزار يبقى true وطبعا هم زاروا البزار احنا قلنا في الدرس ان هم ايه زاروا البزار وطبعا اعطوا لماما هدية يبقى كده الجملة صح وكده الجملة التانية صح بناء على الصورة ده بزار يبقى صح بعد كده بقول لي زي bake the cake هم ااا صنعوا ترطايا او خبزوا ترطايا طبعا دي كده مش ترطايا ده هدية يبقى كده خطأ كده خطأ هنا الجملة لا تتفك مع الصورة طيب number four زي بوت جولاري هم اشتروا مجوهرات طبعا احنا قلنا في الدرس انهم اشتروا مجوهرات طيب يا ترى جولاري كلمة جولاري عن مجوهرات كده الجملة بتتفك مع الصورة ولا لا طبعا بتتفك علشان الصورة اللي عندي عبارة عن مجوهرات احنا قلنا لو الجملة بتتفك مع الصورة يبقى طبعا كده true لو كتبلي كلمة غير جولاري وجابلي هنا مجوهرات يبقى كده خطأ لكن في الجملة قال لي وبرضو الصورة بتدل ان هي مجوهرات يبقى كده true زي بوت جولة ري يعني هم اشتروا مجوهرات طبعا صح دي اسئلة بتعتمد على الدرس وفي نفس الوقت لازم تبقى موافقة للصورة يعني قال لي مجوهرات في الصورة وفي قال لي مجوهرات في الجملة وفي مجوهرات في الصورة يبقى كده true بعد كده بنكتواشا علمات التركيم الدبلي في وط وهنكتب الجملة زي مية بخط كويس وفي الآخر علمت السفام عشان ده سؤال في الجملة الثانية الدبلي في وي وهنكتب الجملة كلها زي مية بخط كويس وفي الآخر فول الصبع عشان ده جملة عادية كده يا حبابي نكون انتهينا من شرح الدرس الأول أسيبكم فرعية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته